اشتركوا في القناة القمر مازل موجود في منزلة الهقعة في برج الثور وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والدغات العقارب مثلا أو الأفاعي أو الأشياء الضرة وغيرها طبعا ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد ورح يمكث فيها طبعا لغاية الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لمنزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول بما أنه لغاية ساعات الصباح القمر رح يكون موجود في الثور فمنشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقلنا ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر باقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز أو قراءة كتاب مثلا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فعند زاوية وحدة رح تتشكل خلال هذا اليوم هي ما قبل خلو المسار زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 229 دقيقة صباحا بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية أما بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ خلو المسار يعني خلو المسار ببدأ ساعة 229 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر إلى تمام الساعة 9.59 دقيقة قبل الظهر وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة 9.59 دقيقة القمر بنتقل لبرج الجوزاء ورح يأثر علينا في هاي الفترة أنه بننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيسعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي وطبعا بما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 4-11 ورح يبدأ في تمام ساعة 41.48 دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام ساعة 9.45 دقيقة مساء لا ينتقل لبرج السرطن أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المكتمل 17 يوم وفي تمام ساعة 3.31 دقيقة بعد العصر بيصبح 18 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21.11 مزاجها سعيد بنسبة 15% طبعا لأنه هي بتشكل زاوية تقابل الآن مع أورانوس أما بالنسبة للقمر هو في الثور ورح ينتقل للجوزاء ورح يستمر في لغاية 4-11 مزاجه سعيد بنسبة 70% لأنه أولا هو رح يشكل زاوية قوية جدا اللي هي زاوية التثليث اللي حكينا عنها وبرضو في نفس اللحظة لما ينتقل للجوزاء أول زوايا رح يكون زاوية التثليث برضو مع الزهرة رغم أن الزهرة منتحس ولكن أنه بعطيه نوع من أنواع الإيجابية اللي بتكون قوية بتصل لـ 70% أما بالنسبة لعطارد في الميزان طبعا الآن اللي هي احنا بنسميها ثورة عطارد لأنه في آخر أيام تراجع لإله ويعمل ثلاثة 11 بنهي عملية التراجع ولكن المشكلة أنه هو بشكل زوايا التربيع ثلاثة زوايا تربيع وزاوية مقابلة ثلاثة زوايا تربيع هي رح تكون مع زحل مع بلوتو مع المشتري اللي في الجدي وفي نفس اللحظة زاوية التقابل مباشرة بتكون مع المريخ فعشان هيك نسبة الانتحاس اليوم اتصل لـ 90% فعشان هيك منقول للجميع احذروا من كلامكم وتقلب مزاجكم وانتبهوا أثناء الحركة وقيادة السيارات واللي عنده امتحان أو دراسة يبدو يركز بشكل جيد واللي عنده مقابلة يبدو يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للزهرة بما أنها في الميزان حتى يوم 21-11 اليوم لأنه هي بلشت تشكل زاوية التقابل بينها وبين المريخ يعني زاوية منفصلة مش متصلة ولكن بأول درجاتها فنزلت منتحسة بنسبة 10% أما بالنسبة للمريخ اللي بيتراجع في برج الحمل ورح يظل يتراجع لليوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 35% رغم أنه بشكل زاوية تربيع برضو مع الكواكب اللي موجودة في الجدي وزاويتين تقابل واحدة رح تكون مع عطارد واحدة مع الزهرة أما بالنسبة للمشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 10% والسبب اللي هي زاوية التربيع اللي مع المريخ وبرضو زاوية التربيع اللي مع عطارد أما بالنسبة لزحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% لأنه أولا أنهى عملية التراجع وزاوية التسديس قوت منه كمان أكثر بمعنه هو في بيته اللي بشكلها مع نبتون أما بالنسبة لأورانوس في الثور اللي بيتراجع ليوم 14-1 مزاجه منتحس طبعا بسبب زاوية التقابل اللي ما بينه وبين الشمس وبرضو عملية التراجع نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج لأنه هو بيتراجع فهو مزاج سلبي ولكن زاوية التثليث ما بينه وبين الشمس وزاوية التسديس اللي ما بينه وبين المشتري وبلوته وزحل أعطته إيجابية شويفة عشان هيك صار مزاجه ممتزج أما بالنسبة لبلوتوف الجدي فهو مزاجه سعيد بنسبة 15% لأنه قوة الزوايا اللي بشكلها ما بينه وبين القبر وبرضو ما بينه وما بين نبتون أعطته إيجابية قوية فرفعته إلى 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم بتعالج استحقاق مالي وزيادة في المصاريف وصرف الأموال ولكن من ساعات الصباح أو من صباح اليوم يبتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة يبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر كون عنصر إيجابي وما تتسبب للنفور للأشخاص اللي حواليك تفهم الآخرين وابقى هادئ ولا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بالكرر المحاولة السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة وسوء التفاهم برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي في ساعات الصباح بصير الجو يعني بحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشط الاتصالات عندكم والزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم إش إنك تتشجع ممكن تعالج مسائل إدارية وتمولية تتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وأنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وهذا الإشي رح يظل لغاية ساعات الصباح ومن ساعات الصباح بتصير يعني أو بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بيجعل هاي الفترة فترة مميزة واستثنائية وبدعوك الجو لبذل الجهود من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعم إلك خذ المبادرة وكون شجاع برج السرطان ابتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن من ساعات الصباح أو صباح هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من الركود مراوحة المكان ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار شوي مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج الأسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جذارتكم للمسؤولين من ساعات الصباح ابتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة تتلاقى مع طموحتك برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر والاتصالات تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم ولكن من ساعات الصباح يعني بيصبح مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جذارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها شوية قلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني أهمش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام يعني شوي فيه نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلاة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة إلى الرعاية في ساعات الصباح بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر والاتصالات تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير بتكون موجودة وبتعاود الإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا وبيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك في هاي الفترة ممكن يكون فيه سفر أو اتصالات بعيدة برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ووسعكم تعزيز شراكاتكم من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلاة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة إلى الرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخ وختك وتأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات تسببت إلك الإزعاج أو عداوات برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغداكم وخذوا قسط كافي من الراحة حتى ساعات الصباح بظل الأمر هاد ولكن من ساعة الصباح اليوم بصير مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذر الإنفعالات بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة كون صبور وما تتذمر للفترة خالية من الحظ برج الجدي ابترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني يعني لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ورغم تراكم العمل أنتوا قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة لا تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي فأنه برضو الفترة هاي ممكن تحمل إما قلق صحي أو قلق مهني برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية مع ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا وبتجد حليفي بيدعم تصوراتك لا تستسلم بالكرر المحاولة بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلات عمل الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع رومانسية والنجاح ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جهر من ساعات الصباح أو ساعات صباح اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لكل شخص بيحتاجها العلاقات العائلية هي أكثر شيء رح يهمك ويشغلك خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر